السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معي في قناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هعمل القرس الطرية بالزيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة ودي المقادير اللي بحتاج لها لكيلو الا ربع دقيق كيلو الا ربع دقيق عمل خمس كبيات من نفس حجم الكبية اللي عيرت به الميا معاهم معلقة صغيرة من الملح وكباتين مية دافية وكباية الا ربع من الزيت وبحتاج كمان معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر ومعاهم معلقتين كبار من اللبن البودرة ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار خميرة فورية بسم الله واول حاجة هبتدي بيها هضيف المكونات الجفة كلها للدقيق وهقلبهم مع بعض كويس جدا بعد كده هضيف كباية الا ربع الزيت وهقلبه كويس قوي مع الدقيق لحد ما الدقيق اتشرب الزيت كويس جدا في الطريقة دي بستعمل الزيت على طول مش بحتاج اسخنه خالص بعد ما بخلص تقليب الزيت مع الدقيق هبتدي اعجن بالمية انا مجاهزة كبايتين مية دافية وضروري المية تكون دافية او فترة لكن لو سخنة طبعا بتبوز العجين وبتخلي الخميرة مفعولها يبطل والكباية التانية من المية هضيفها شوية شوية لاني ممكن محتاجهاش كلها بعد كده هعجن العجينة كويس جدا جدا لحد ما تتكون عجينة نعمة هي هيكون فيها تلزيق بسيطة بس اول ما تبتدي العجينة تسيب حروف الطبق كده بتكون اتعجنت كويس الكمية المية انا محتاجتهاش كلها استخدمت حوالي كوبتين الا ربع بعد كده هغطيها وهسيبها تخمر بتقعد حوالي ساعة ونص لو الجو برد ولو الجو دافي بتاخد ساعة واحدة بعد كده هبتدي اقطعها لشان اشكلها بقطعها بالحجم اللي افضله طبعا انا هعمل قرص بحجم متوسط وباخد قطعة وبلفها زي ما حضراتكم شايفين كده على شكل كرة هحطها في الصانية او في الصاج مش مدهون اي حاجة خالص انا هحطها في البداية وهي كرة وبعد كده بعد ما هخلص كمية العجين كله هبتدي ابطتها وهي في نفس الصانية احيانا لو الجو برده انا مستعجلة على العجين بشغل فرن البودوجاز ديئتين تلاتة بعد كده بطفي النار وبدخل العجين في الفرن كده بتخمر بعد نص ساعة على طول ومش بتاخد وقت كده خلاص انا خلصت تشكيل العجين هبطته في نفس الصانية وكده افضل بكتير من انا اشكله بره الصاج وبعد كده بطته على الرخامة وانقله في الصاج كده انا اختصرت في الوقت بعد كده هسيبه يخمر تاني هسيب العجين يخمر ربع ساعة كمان وضروري اسيبه يخمر تاني لان ده بيخلي القرص تطلع طرية جدا بالاضافة طبعا لمعلاقة البكنج بودر اللي احنا ضفناها مع الخميرة ده بيخلي قوام القرص تطرية جدا وهشة بعد ما خمرت زي ما حضراتكم شايفين بعمل لها فتحات بسيطة كده بالشوكة وهدخل الفرن على درجة حرارة 180 هحطها على الرف اللي في النص ده شكل القرص بعد ما استود قعدت حوالي 10 دقايق بس في الفرن بس ضروري اول ما تاخد لون دهبي من تحت بطفي النار من تحت وبشغل الشواية لحد ما بتاخد اللون الدهبي من فوق ودي الكمية اللي انا عملتها من كيل قولها ربع دقيق عجنت القرص بالزيت طرية جدا زي ما حضراتكم شايفين انا قطعتها علشان شوفوها من جوه هشة جدا بالاضافة كمان لطعمها طعمها هايل طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله